انا بعلن لحضراتكم ان انا عندي وتم الانعام علي بهذه الجنسية العظيمة انا بحب المملكة العربية السعودية جدا احب اقول لاخوتنا السعوديين الف الف مبروك ان الاساس عمراء اديب اخد الجنسية السعودية بس عندي سؤال ازاي عمراء اديب اخد الجنسية السعودية رغم انه ما استوفاش بعض الشروط بس قبل ما اقول لكم شروط الجنسية السعودية تعال اقول لكم السعودية بتفكر ازاي وليه مناحة عمراء اديب الجنسية السعودية بتحاول تعمل عجل التنمية في كافة المجالات زي العلماء والمفكرين والطب والهندسة وغيرها من التخصصات وكان اخرهم الاعلام يعني من الاخر كده السعودية هتمنح اي حد الجنسية لكن بشرط انه يقدم حاجة كويسة جدا للمملكة او المملكة تكون محتاجة للتخصص بتاعه وعلى فكرة السعودية هتتنقل نقل كبيرة جدا في السنوات القادمة وبقى افتكروا كلامي بس عندي تعقيب بسيط هو ايه اللي يقدمه عمراء اديب للسعودية علشان يحصل على الجنسية يا ريت اللي يعرف منكم كسعوديين يقول لنا تعالوا نعرف مع بعض شروط الجنسية السعودية انه يكون بلغ سن الرجد وده طبعا ما فيش مشكلة بالنسباله الشرط التاني انه يكون قاعد في السعودية اكتر من عشر سنين وده طبعا ما حصلش كل اللي هو عمله انه شغال في قناة سعودية تالت شرط يكون سليم العقل والجسد وده مش تخصصنا تخصص الاطباء رابع شرط انه يكون حسن السلو السلوك اه ده قلت ايه اه لا هو كويس بصراحة فيش مشكلة خالص يعني الشرط الخامس انه ما يكونش عليه حكم قضائي في جريمة اخلاقية لمدة تزيد عن 6 شهور الشرط السابع انه يكون بيتكلم عربي الشرط التامن انه يكون فيما يزبط ارتزاقه بطريقة مشروعة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اتمنى من كل الناس اللي موجودة تكتب رأيها عن منح الجنسية السعودية لعمر اديم اشوفكم على خير والى اللقاء